مجالس شمالية بها عزنا الماضي مجالس على طيبة شمالي شمالية بهذا اللي تنصر حطى بجامرها لاضي بها واكفتين بالحيل والمسك مبنية مجالس شمالية بها مجالس راضي تغنى الكرام بقى لها اللي بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أسعد الله وقاتلكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مجالس شمالية طبعا هذه الحلقة في مجلس محمد بن عبيد بن جروح الصقري الشمري أبو عبيد حياك الله يا هلا مرحبا بشك الله بخير يا هلا وسهلا أبو عبيد يا هلا وسهلا ساعة المباركة يا هلا ألف هلا ومرحبا بالحاضرين الجميع الله يسلم منك من الإجام المبعيد ولي من زريد والجيران يا هلا ومرحبا ويا هلا والله بالمرقاب ووهلا المرقاب من جو من الرياضة لما جو بتربية الله يحييك يا هلا ألف هلا ولنا الشرف الله يحييك بمحل حاضرة الحاضرين وجاية قناة المرقاب الله يحييك أبو عبيد ما شاء الله المجلس إحنا جينا ما شاء الله يعني مجلس عامر والصورة تتكلم عن هالمجلس ما هو حنا نتكلم وما شاء الله عندك رجال من كل القباية الجايين اليوم في الحلقة هذه من طيبة مجلسك عامر ما شاء الله أبو عبيد الله يعمر دارك انتوا سامعين الله يسلمك طبعا كذلك معنا الشاعر فراح سالم العنزي حيك الله برك الله فيك منقب شاعر الإنصاف برك الله في أيامك يا أهلا وسهلا أبو والله أنا أشكر منه من أدالي هذه الفرصة وهو الشيخ علي بن خلف القذاب مير مرفية أهل يدالي الفرصة أن نتعرف على هذه الوجهة الطيبة الحقيقة ولا هي غريبة على شمر اللوم الطيبة كلها عندهم فشمر أهل الخلو شمر أهل التراث أهل التراث الحديث والقديم أهل المجالسة المبرهجة السبيرة معالك جوج يا أبو بندر وأنا الحقيقة ليس من الفراغ ليس من الفراغ هذا شيء مقرب وشيء معروف ومحافظة التراث القديم والحاضر ومشاهد على ذلك برضه علوم الرجال وطيبة الرجال وتاريخ الرجال تلقع عندهم نعم وبرك الله بالجنيع نعم أما اللي تبون مني بارك الله فيك سم كل شيء موجود عندك وافي يا أبو سالم الله يبارك فيك أبو عبيد التربيه لو تكلمنا عن تربيه مسافة عن حايل أبرز الخدمات اللي موجودة اللي موجودة هنا واللي تطلبونها مسافة طار عمرك عن حايل ثلاثين كيلو من بيتي هذا لما تدخل صديان ثلاثين كيلو هذه حي من حي هذه حي ماشاء الله علي طريز الجوف السريع الدولي وعلي طار عمرك طريز القطار ايه والخدمات فيها والله انها مت كاملة ألا ما شاء الله مت كاملة ألا ما قصروا والله بلدية الخطة ما قصروا على رأسهم الاستاذ هامر الغبيان الشمري نعم والدكتور محمد الحربي الله بيه الضجه وهم اليسمع وزملاهم والله ما قصروا وبدر اللي البقعاوي كلهم كفوا ما بهم ما يقال ولكن الامكانيات النوبة ما تجي على الكيف نعم وحنا قصرنا طاعم وقلنا عندنا الحمد لله مبنى خدمة جديد وعندنا مكتب بعد بلدي ثاني وبس قصرنا حنا المستوسط ومركز الأمارة فقط لغير ما غيره ان نقصنا شيء ولله الحمد للشكر واسعود الله يطول عمارها رأسهم الأمير الملك عبدالله ابن عبدالعزيز نعم وقال لي طال عمرك يسهر هو واخوته وعيال أخوته يسهرون ما ينامون الليل وحنا ننام كلهم بفراشه يعني لو بعض لو بعض الناس لو بعض الناس يفقدون هالأمان عرفوا شلون فضل سعود علينا نعم لأن لهم فضلا على الشعب ما يوصف أبدا فضلهم مذربي حاسن أيو والله لأنهم طال عمرك ماذا كنين يدري هم سهرانين وحنا نيمين ليس سهرانينهم على راحتنا وعلى أماننا وعلى ما يشبه ذلك ومهما حتينا بالسعود ما يكفي مهما حتينا وهالسامعين كلهم يدرون من كلامي صحيح نعم صحيح أيو والله عسى الله ما نتبدلهم وعسى الله ينصرهم على من عاداهم نرحب بالشعر علي القطاب حيك الله يا علي هلا يا هلا وسهلا أرقل دونك تدامي خلوه يكسر يبي يكسر يلا ويتبي من لا أجد حياك الله الله يبجي كيف الحال طيب طيب عليك طيب أنت على طول اتجهت ابن وايل تبي قصيدة على طول حنا نبي منك هل حين كلكموافين لكن نبي نبدأ باليمين نار مي خالي تعالي بركة تفضل تبي قصيدة هاللي تبي عطنا قصيدة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا ان شاء الله يوم سعيد ومبارك على جمع الجماعة بل محل اللي طول الله عمرك ارفع الرأس محل محمد ابن عبيد بن جروح معلك زود وحنجينا من كل ولد من بلد وقال طول الله عمرك رجال يوم اتصل بي اتصل طول الله عمرك وقال طول الله عمرك ومحهم لغن ان يرفع الرأس تاسماع وقبتها وقال طول الله عمرك لهم اللي يقودون الوجه محل ابن اخي وطول الله عمرك اجتمعنا هجم المبروكة وقال وقال انا رعي مرفية والجماعة كلها مطول الله عمرك حاضري. خلي نجهل. وانا حشب النتيجي كل يم كل متى. كيف بالقصيدة بس? القصيدة طوال العمر قصيدتي بمقرن ابن عبدالعجيز يوم نطلب مرفية. مضبور. يوم هنه يغولنا العطش. ببال حقان هذول حقان النفوذ هذول. اقول يا ابو فهد يا عزنا يا ميرانا. يا ابو فهد يا عزنا يا ميرانا. وابصر بحالي يا رفع المقامي. من غير كما يتصل بإرشانة. وارد حبالي يا بعيد العلامي. وعمل بشاعة القصرة تعيشانة. شكوه لله. تم ولد الإمامي. يا مير حايل. باشنا من رجانة. والطب حالة لسيكم المقامي. تلا عطش يا مير والله سوانا. حيذك. على عز المواطن تحامي. يا مير. لا تعلم شيء ورانا. عيلاتنا. مثل وينينا الحمامي. يا مير والله قاصرات انخطانا. تاربنا يا ماء. عندها دامي. ختمتها. كلمة رسول دعانا. من أبينا. محمد عليه السلام. صحي سانك. ولا قاصر الله يبكه ومنك الشر. صحي سانك. قال طقions. ولي هيقيك عطى رقمه. صحي السانك يا أبو كبذال. صح يست عيد ذلك. شاك أحد ولا لا عطي يا أبو قطب. قال عطل رقم سيارته. لا ما جلوالي تصنتون تفاضل مع البيبان. ما تلقى اللي العادل على وجيها من يالحي. كافوا يا ابو قطب. هاي. كافوا. وطقينا وشربنا. والجيران طول الله عمرك مددنا. مجانا فعل خير. عقم ما طقينا المطق. ومدد للدينة كله. والله الحمد والشكر. وبخير وستين نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كذلك عزيزي المشاهدين نرحب بشير اليدا. حياك الله بشير. حياك الله معنا. بنيا بان بشير. بشير طال عمرك يين زاير لكم. ويعز عليها السلام عليكم. وهذا بشير من أخان اليدا. وهو قصيري طال عمرك مرافق وبرك الله فيه. بل انا مرافق معي يعني لانه شيخ طال عمرك من اليدا. وسلامتكم. انا فراخ صالما الصلاة. نعم بالجميع. نعم الله باخد بك شي. رحب فهد ارشيدان حيك الله ابو فيصل. اللي عندك يا ابو. فيصل. والله شوف. الحقيقي انا لا لا انا شاعر. لكن اقي لارجال اللي مثلكم شرواكم عنده قصية تنزينة. وطلبة منوه واقضة على انها مفيدة. وما شعر ننا انا والله ما انا شاعر. لكن اختار منك الرجل بيتين ثلاث بيوت. في واحد ان شمري شمو مش في. مش في الجرواني كلكم تعرفون والله واعلا. نعم اعرف. لو قصيد طيب حقيقة. وطيب كل ان يبيه كل ان وده. يا شهر هارجل طيب قال يليتي مثلو. ايه. لو قصيد اللي بعلم كن بعد. لو ان طلبته. ولانه والله لاشاعر ولا اصلا ما ابو فرس. هاتك بشي على الارواح. هاتك. يقول اقفى الشباب وعنفوانه وطيشة. والشي بينفضي الحانة ربشها. ما دامت الدنيا لصفوة قريشة عنها رحل. واستدرت فينا عشها. افنت حكم قيصر وكسره وجيشة. وعدل النجاشي في رعية حبشها. ليكشرت بنيابها. مستهيشة تدمي قلوب الغافلين بنمشها. ولا يغوي العادل رغيده وعيشه. يزهد بها العادل وتغوي دبشها وتلهد ورد دنيا. انفوس عطيشها. الاخير بالقيفة من هناشها. الا السيود بنفس عبد هشيشة. مع دمعة من خشيت الله محشها. ينام ثلثة الليل خطوة الوليشة. سيادته في طاعة الله فرشها. مولي. ينام ثلثة الليل خطوة الوليشة. سيادته في طاعة طاعة الله فرشها. ولاجي الكريم اللي بخيرهم عيشة. يخشع اليمن المقصر رقشها. وحن يغزينا بالفيون وحشيشة. برضن بها الصادق سياد وفترشها. لخوض حرب ما يتجابه خريشة. مصاوبة دلت تنتف شوشها. بين البدخ وضوضن كالمعيشة. ناس ان خلقها الله تثير ان طفشها. ناس على ناس قلوبها قشيشها. عندت فالاسباب ترى مخششها. وسم واحد اللي هو نتفها العاوز ريشها. تنث من مطار ريشة السعادية طرشها. الينام. تنث الليل خطوة الوليشة. سيادته في طاعة الله فرشها. وناجي الكريم اللي بخيرهم عيشة. يخشع اليمن المقصر رقشها. حن يغزينا بالفيون وحشيشة. برضن بها الصادق سياد وافترشها نخوض حرب. ما اتجابها خليجة مصاوبة. دلت تنتف شوشها. بين البدخ وضوضن كالمعيشة ناس ان خلقها الله. تثير انطفشها ناسا على ناس قلوبها غشيشة. عدت فالاسباب. تارة مخششها. تم واحد اللي هو نتفها العاوز ريشها. تنث من المطار ريشة السعادية طرشها. اليهاب. ميدانة الانصائي الكديشة. يطمح المرقبة السنود وليشها وصلوا على المبعوث. بصبوة قريجة جميعنا برأي الكبود وعطي. صح لسانك يا محمد. صح لسانك. صح لسانك. صح لسانك. صح لسانك. أحياك الله يا الشاعر محمد بفلح المزبور. نعم. أحياك الله. أحياك الله. أحياك الله. أحياك الله. يا أهل وسهل. في مجلس أبو عباد محمد بن جروح. الله نعم من جروح الله أنه مقسه هالآن هذا محمد دالعباي ده جروحتنا الأمور وليه يقتاز على ما قال أشرح لكم هذا هو على ما قال لنا أشرف كلنا يا هارجال يجاسي مقسه يرفع الراسه ولنا أشرف لو أنا أنا منا شاعر ولكن أبي شارك من عرض على ما قال الجماعة شارك 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 ده مضروكة شارك ده بقصيدة عبدالله الحب عبدالله طال عمرك والله ما نحافظك اللي لكن عدا لنا حافظمنا اسمعك مية يقولون طال عمرك جماعة وانت يا عبدالله يام انك صليت فرانك اول مثل رقليك بالراسك وليه يعني وش هل اسباب قال لي يا عمنا كم زيينت والق هوا ادعونا وخليت لذال فنقيل اعلم كم بالاسباب لي زينا والق هوا بكل قهوة واثاته يمتقه وقالا نشدونا ليه دور برجلية قبر راسي دحظة بالله هاقصد يقصد أه سلام يا مخاتم السلام ان شاء الله شرب ثلاثة نقيل شرب ثلاثة نقيل قالا هالحين نسعلونا قالوا يلا مسألة قالا طاحن روسي والعوارض بهن شيء ودلي تقوم مموخري قبر راسي أخذت من طبع النظر شيء ما خلنيه بتفوره نهرش بالبروك امتواسي اللي تقول الشيء ما بو أذريب هل جون تقولونه على غير ساسي الشيء ما بو لا معزه ولا طيب بل للمهوني والتعب والتعاسي تحرمه من السجي ونطى المرازيب وتنسطرة البال لو ما انت ناسي ويا شبت تجفى كل بني الرعابي من عقم وانتقنيه تصبح انحاسي يصعب على رأيه بعض المواجين الهينة اللين على العودقاسي والشي بعجز شمخ النيب والذيب حتى نبات يتبير جلعاسي هذا اللي والله نحافظ على ما قال الله يحافظ يجيك بالخير الله يحافظك شاء الله الله يحافظك شامحا حيك وميتك حيك الله يا فيد الرشيدان حيك الله يا فيد الله يحييك يا سلطان تشرفنا بحضورك معنا بكم بالحاضرين يا هلو سهلا يا هلو بالجميع مجلس الشيخ محمد العبايد الجروح الصزري الشمري اللي جمع حال وجيه وجهت قناة المرقاف الله يسلمك يا أبو ايه والله وشاركه وكل عاد أدله بدلوه واليوم أنا والله ما نشاعر لكن عاد بشاركه بنصيحة النصايحة اليوم تفيد المجتمع نعم نعم ايه والله ما جاملك مبروك يا ايه والله يقول ثنتين يعطونك معزة وتقدير دينك وفعل البر في والدينك ثنتين منهن يكثرون المخاسير درب الضياع وصحبة مات عينك وثنتين عنهن ما تجوز المعاذير سترك لها البيتك ومكسب يمينك وثنتين لو طال الزمن ما بهن خير هرج القفا ومجاملت من يهينك وثنتين يطلجن لجيها المسافير ترديد ترحيبك وضحسة جبينك وثنتين يسوون التعب والمشاوير مواصلة ارحامك وفزعت قرينك وثنتين نار وعار معنى وتفسير ترضى الخنى وتخون مستامنينك وثنتين لا تقبل بهن الاشاوير الجار والصاحب اليقال وينك وثنتين يشرن بالذهب والدنانير حشمة بني عمك ونصرة عوينك وثنتين قنبهن وحذرك تحذير فعلا يشن نعبك وهار جنيدينك صاحل ساني صاحل ساني صاحل ساني نبي نرجع للشاعر شاعر الانصاف فلاح سالم العنزي حياك الله فارك الله فيك ياهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم والله شمر مهما نقول انا عندي الحقيقة قصيدة بشمر قديمة قلناها يوم المزاين غير الملحمة الويلية وسمناكم مطلعها ومناسبتها بكل وقت ونقولها الان اما في قصيدها بالصقر بالذات وبشمر جميعا اما في توصيفها برضه بعد ما ننتهي ان شاء الله اذا بغيتوها التوصيفة والتوصيفة بالمناسبة هو اليوم قيلت وليده فحي الله الجميع وبرك الله بالجميع ونشكر الشيخ على استضافاتنا نشكر الشيخ محمد ابن عبيد الصقر الشمري ونشكر الجميع وفرصة سعيدة ونشكر الشيخ علي قضاب اللي ادالنا هذه الفرصة لمقابلتكم ومقابلتكم ثمينها الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم هذه قلناها طبعا يوم المزاين يوم المزاين كذا ومناسبتها بوقت لناها بشمر عام وبدون تخصيص بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصيدة هي له اهداء لحفول شمر المحترمي اركب المبروك من بعد الفجور واستعن بالله من بعد الصلاة طبعا رايحين حنا من حائل الى تربا ذاك الحين اركب المبروك من بعد الفجور واستعن بالله من بعد الصلاة وجهل الشرق والدرب مخبور يوم شمرهم تبيرين الوجاه امش دربك والعذارة بالخدور خل نوم الصبح ينفع من بغاه شمر هل العز في كل الامور شمر هل العز في كل الامور فلهم بطيب ما يلحق يزاع يوم شفنا جمعكم زاد السرور أمنيتنا وحقق الله المناه ساعة نزرع لكم ورد الزهور أنت بحر الزامير فوق المياه يوم اللقوة هو الخيار لكل خور اهزموا جيش المعادي بالفلاه شمر جمع شامخ مثل البحور هم شبيه اسهيل ما شط الفراه أبنوا عن طويلين الشبور ما تقهقر جمعهم عن من نواه صفحة التاريخ تطيك الأمور الشهادة نور بن علي سماه المنازل بن نوازي ونحور حتى الهاشل ما يتعدى من وراه أهل النخوة والشهامة كل دور مرفوعين الرأس في جاه ووجاه وبل ملاقى جمعهم من فوق كور اسأل التاريخ وفوها الرواه يوم دكلة السباي والسبور فوق قبل خير برضه في وطا الفعايل عز الفعايل عز والطيب مخبور مكر من خطار بيته وقصراه الشيوخ الشيوخ ما تحفره الجحور دائما والشيخ عالي مستواه مثل حر نقاد جولة السقور رحي لعين يوم يدلي بالهوا الحمولث قال تحتاج الصبور هذا فعلا الشيخ ما يقصر وفاة الطناية فعله في كل دور شاجرتين شوف طلعها محلن ما تهلوا الطناية فعلهم في كل دور شاجرتين شوف طلعها محلن ما والثنى موصول ولكل الحذور باسم شامر هلا الطاولة والوياء حامن الله من صواديه في الشروع ابن صنع قال هلا اللي دعاه والصلاة اعداد نعم نعم والصلاة اعداد مطلع كل نوع هلا محمد رعا الدعوة والصلاة أم هذه القصيدة طبعا اليوم قلناها بمناسبة هذه المناسبة هذية المبروخة نعم وطبعا الإسناد إسنادها على أبو قضاب ويستاهلون للجميع وهي بصاق عامة وبشامر جميع عند أبو قضاب فعال الجميع هيلعين من ريال الطائلاتي فاتح بيت الكرم شمال حائل مثل حرهم يدلي بالهواتي عند ابو قضاب فعال الجمال هاي العين من رجال الطائلاتي فاتح بيت الكرم شمال حايل مثل حر يوم يدلي بالهواتي حايز اللطيب وفعوله جزايل شوف فعله في مرفيه له ثباتي شيخ نبلق ما يبيله قول قايل حايز اللطيب في كل الصفاتي أنت يسهل اليماني بك مثايل قلب ليه يشال حمله يوم ياتي ولقبيلة فخركم عند القبايل كل ما عديت فيها جارياتي نعم تفضل 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 رخوة والقبيلة فخركم عند القبايل كل ما عديت فيها جارياتي فخرهم تاريخ لحمات الدبايل شمرا مثل الحيود الطائلاتي صرح شامخ طيبهم وعقال مايل صرح شامخ طيبهم وعقال مايل الطناية بل وغاستر البناتي يتلقى الجمع شفت اليوم هايل فعلهم بالشلف ولا بر ماتي والكرم والجود يا علهم هايل برضي في البيت لو ياتي بياتي والفعايل عز من فوق الوصايل والكرم والجود والهل المكرماتي والثنى موصول يم مولاد وايل وايليين والثنى موصول يم مولاد وايل وايليين قال صدق وله ثباتي والسلام هذه قصيدة طوال الله عمرك لبنش بيت ايه ميلي نسمع ايه يقول نطيت انا نقمن خليه من الناس لقيت ما كل الجواجر توعي انا نطيت ودكب القلب هو قاس هذا ضميري وسلج يضروعي لو عشير يدون هالمزن غطاس واللي تبين قاب قلبي يجوعي زعي تمحاسي نجرع كل غراس اكبت ما يجه هيل وحيل يجوعي قلبي تمشن ما عبده يباس ورده على جو ثمانين بوعي يبيب اللي رشاهم بنعقبلي يباس قصر شاهم لا يلولش روعي لو هني عبيد بجلل الباس هلي بناء ما في حفين الفروحي صح السلام عبدالله لو هني عبيد بجلل الباس اللي بنابي بيهضان الفروحي وانا بنابي بالمهفة والاطعاس وانت على هدى الزرايب الفروحي قمهبني يا شوف من قبل الهياس من بابس من شوفنا على هردوعي وفطن ترى الموت يجلوا عساس ولقي يسير انهم كثيرا جموعي صح السانك صح السانك صح السانك صح عبدالله والظاهر انك هواوي نابين اسمع منك قصيد بعد غير هذا كل اللي ما يصير هواوي ما بو خير رايك هاللون يا هلي طول الله عمرك ما يطرد البناة العفر بناة رجولك ما بو خير أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل مجالس شمالية بها عزنا الماضي مجالس على طيبة شمالي شمالية بها جالة وصفره اشترك في القناة